تقريباً نحن رجالي الوحيد لباقيه نفوهان معاناة مركبة يعيشها الطلاب اليمنيون المبتعثون في الخارج فبعد انتشار جائحة فيروس كورونا في معظم دول العالم اتخذت جميع الدول تدابير احترازية لمنع انتشار الفيروس وقامت الحكومات بدعم مواطنيها الذين تضرروا جراء الأزمة التي تعصف بالعالم ونحن 171 طالب غير العوالي قل مئتين وخمسين طالب مئتين لا رئيس دولة تحرك لا سفرات تحركت لا وزير تعليم عالي تحرك لا وزير خارجية ما لكم الحكومة اليمنية علاوة على انها لم تقم بأي خطوة لحماية الطلاب اليمنين في الخارج لا تزال تعرقل صرف مستحقات الطلاب المبتعثين منذ اكثر من ستة اشهر بيان اتحاد الطلاب اليمنين في الخارج اشار الى ان الحكومة لم تقم بصرف مستحقات الربع الاخير من العام الماضي 2019 والربع الاول من العام الجاري 2020 ورغم مناشدات الطلاب اليمنين في مدينة وهان الصينية بداية فبراير الماضي للحكومة بصرف مستحقاتهم الا ان الحكومة لم تستجب حتى الان متجاهلة ظروف الحجر الصحي الذي يمر بها الطلاب هناك وفي مختلف دول العالم وما تتطلبه من شراء المواد الغذائية والصحية اللازمة لمواجهة تداعية الوباء اتحادات الطلاب في ماليزيا وروسيا والمغرب وتركيا اصدرت بيانا مشتركا دعت فيه الرئيس هادي والحكومة الى سرعة صرف المستحقات وكذا فتح خطوط ساخنة مع السفارات لتقديم ما يلزم في حالة وجود اي اصابات بالفيروس في بلد المهجر وكأن خطر الاصابة بالفيروس وحده لا يكفي اذ تقوم السلطات اليمنية بمضاعفة معاناة الطلاب اليمنيين وسط تجاهل كلي من قبل قيادات الشرعية ومسؤولي السفارات في تلك البلدان فالى متى تستمر هادئ المأساة